أقام معهد التنمية السياسية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة الإنمائي في البحرين ورشة عمل بعنوان الإعلام البرلماني الورشة استهدفت الإعلاميين الذين يقومون بتغطية جلسات وفعاليات مجلسي النواب والشورى وأقدم الورشة الدكتور علي الصاوي الخبير الدولي في مجال التنمية البرلمانية حيث تطرق إلى قضايا متعلقة بدور الإعلام كحلقة وصل أساسية بين البرلماني والجمهور كما تمت الإشارة إلى العلاقة التكاملية بين البرلماني ووسائل الإعلام حيث تعد وسائل الإعلام شريكا أساسيا وحيويا في العملية السياسية ووسيلة فاعلة لنشر الثقافة الديمقراطية السليمة حيث إنه من الضروري أن يعتمد البرلمان على وسائل الإعلام في إطلاع الجمهور على القرارات والنشاطات التي يقوم بها كما تعتمد وسائل الإعلام البرلمان في ضمان وحماية حقها في حرية الرأي والتعبير وهي فكرة الورشة أن يوجد خلطة كثيرة بين دور البرلمان ودور الحكومة ودور المجتمع المدني فرأينا أنه من الواجب علينا أن نأتي بخبير وفي حلقة نقاشية نشرح ونتناقش ما هو دور كل من هذه المؤسسات المختلفة حتى عندما يكتب الصحفي يكتب من خلفية علمية